الخشب والبرد بيها يدور والتلميذ بيها مصوب الدلال ها وشلون تريد تعلم الطالب ها وشلون تريد كيف نعلم أطفالنا في مدارس كهذه سؤال لا يزال يؤرق الأهالي في قضاء الوركاء بمحافظة مثنى حيث يدوم أبناؤهم في مدرسة الأحرار مسبقة الصنع والتي كانت من المفترض أن تكون على غير هذه الحال قبل سنوات قررت الحكومة هدمها ثم ما لبثت أن وضعت الأساسات وتوقف المشروع لعشر سنوات كاملة بسبب الفساد لتلجأ وزارة التربية لاستبدال الصفوف الاعتيادية بهذه الغرف والتي باتت عنوانا للموت والشقاء في العراق نحمل المحافظة مسؤولية عدم عادة بناء المدرسة يعني هو المسؤول الأول والأخير بالمنطقة هو بالمحافظة كمسؤول أول في المحافظة لم يأتي لمساعدة المدرسة ولا يطلع على واقع حال المدرسة من 2014 لحد الآن برغم مناشدتنا المتكررة للمحافظ وأعضاء دار المحلية للمحافظة تكالبت علينا الناس والأموال هذه سرقت بس إحنا إذا نبنى من نيجي ونقول يا والله يعني بكل شوفاء الملاحظة والله مدرستكم سرقت أموالها وحالت على وزارة الصناعة وزارة الصناعة تعاقدت معها وزارة التربية والأموال سرقت ومحاكم إذا إحنا إذا نبنى حيث لا سورة للمدرسة ولا ألعاب ولا حمامات يضطر الأطفال لقضاء فرصة تنفسهم بالعراء بين تقلبات التقسي معرضين للأخطار في وقت يختار الكثير منهم العودة لمنزله لقضاء حاجته ثم الرجوع للمدرسة يعني 600 طالب يعانون من الويلات الحر والبرد لا طرق معبدة لا وسائل راحة لا مسائل صحيات أبسط الأشياء صحية للطالب من يريد يقضي حاجة موك وبينما منعت وزارة التربية التصوير والإعلاميين من الدخول للمدارس الحكومية فيما اعتبرته حقا لها ذلك بعد الكشف عن عدد من الفضائح بالقطاع التعليمي والفساد الحاصل فيه يبدو أن خرق هذا القرار لا يبدو مستحيلا في حالة كحالة مدرسة الأحرار في قضاء الوركاء تحول التعليمها هنا والمدرسة إلى حلم أكثر منه حقا لهؤلاء الأطفال في بلاد يفترض أنها غنية بالنفط والموارد عن مصر عندي مدرسة وتعين وصول الطلب كل تتعين والحكومة صار زينة ترجمة نانسي قنقر